اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واكثر شيبه في صدغيه الايمن والايصر في صدغيه شيب منه وفي اكثر شيبه اسفل شفته السفلة في عنفقته هنا صلوات الله وسلامه عليه عريض المنكبين كأن عنقه ابريق فضة من وهدة نحره عليه الصلاة والسلام الى اسفل سرته شعر ممتد ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره جاء الرواة بنعته بقوله دقيق المسربة وهذا معنى دقيق المسربة صلوات الله وسلامه عليه اذا اشار اشار بيده كلها واذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله وعند البخاري في الادب المفرد بسند صحيح انه كان اذا تعجب من شيء عظ على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه من رآه من بعيد هابه ومن رآه من قريب احبه يقول علي رضي الله عنه لم ارى قبله ولا بعده افضل منه صلوات الله وسلامه عليه ونحن على ما قال علي من صدقين المؤمنين فما حملت من ناقة فوق رحلها ابرى واوفى ذمة من محمدي ضخم الكراديس اي عظام المفاصل اذا مشى يمشي يتكفى وتكفوا كأنه يتكي على امشاط قدميه اكثر مما يتكي على كعبيه عاش عليه الصلاة والسلام ثلاثة وستين عاما اربعون عاما منها قبل ان ينبأ ثم انبي بيقرأ وارسل بالمدثق وتوفي على رأسه ثلاثة وستين سنة من عمره الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه عاش منه ثلاثة عشر عاما نبيا ورسولا في مكة يدعو الى الله ويجاهد في الله حق جهاده وضع على جسدي صلى الله على ظهري عليه الصلاة والسلام وهو ساجد سل الجزور هو يوم ذاك وقد كان من قبل وما زال افضل الخلق عند الله جل وعلا ومع ذلك بقي ساجد حتى علمت فاطمة فحملت سل الجزور عن أبيها وهو عند الله في المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والمقام الجليل صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلى الله عليه انزل الله عليه القرآن منجما في ثلاثة وعشرين عاما لم يخاطبه الله جل وعلا في القرآن كله باسمه الصريح ليس في القرآن يا محمد إنما في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول كل ذلك من دلائل مقامه وجليل شرفه وعلو منزلته عند ربي تبارك وتعالى عرج به كما بينا إلى سدرة المنتهى ثم عاد في نفس الليلة ثم بعد ثلاث سنين أو أكثر أو أقل هاجر إلى المدينة فمكن الله له هناك وأقام دولة الإسلام مكت صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنين جاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده شج رأسه يوم أحد وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته وهو يقول وينظر إلى قريش كيف يفلح قوم شجوا رأس نبي وهو يدعوهم إلى الله صلوات الله وسلامه عليه في العام العاشر أذن في الناس أنه عليه الصلاة والسلام عازم على الحج فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فأنزل الله عليه في يوم عرفه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فعلم أن الأجل قد قاربه فأخذ يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ثم رجع إلى المدينة بعد أن أكمل نسوكه وأتم حجه ففي أوائل شهر ربيع من ذلك العام وصيب صلى الله عليه وسلم بصداع ودخل على عائشة ويتقول ورأساه قال بل أنا ورأساه ثم أخذ يشكو المرض حتى حانت ساعة لفات في يوم الاثنين من شهر ربيع دخل عليه أسامة بن زيد يسأله أن يدعو له فرفع يديه يدعو دون أن يظهر صوتا وهو سيد الفصحى وإمام البلغة ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الساعات الأخيرة وفي يد عبد الرحمن سواك فأخذ يحدق النظر في عبد الرحمن في السواك كأنه يريده ففهمت عائشة الصديقة من تصديق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت السواك وقضمته وطيبته وعطته لنبي الله عليه الصلاة والسلام فاستاك في الساعات الأخيرة قبل أن تفيض روحه إلى ربي تبارك وتعالى ثم جاءه الملك يخيره فسمعته عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى قالها ثلاثة ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه هذا على وجه الأجمال أيها الأخوة المبارك وأيها الإخوة والأخوات المباركون سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم ونبذة عن وصره ممن علق الله جل وعلا حب قلوبنا بحبه بعد حب الله تبارك وتعالى فنحن نحبه لأن الله اختاره واصطفاه واشتباه والله جل وعلا يقول والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فهو عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين ونبي الأميين وأفضل أهل الأرض وأفضل أهل السماء صلوات الله وسلامه عليه قال شوقي ونعم ما قال ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفكدمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحتها وكتمت السر في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تنمي إلى أن قال يا أفصح يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم لما رأوك به التفو بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتميم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجيات ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار بها لا يطار لها على جناح ولا يسحى على قدم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم هذا على وجه الإجمال نبي الرب الكبير المتعال نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأكرر أسهل الله أن يثبتنا في الدنيا على دينه وسنته وأن يحشرنا يوم القامة وزورة اللهم آمين